هذا هو الجزء الثاني من الكاف الشريف من الطبعة التي تقدم ذكرها في الحلقات الماضية صفحة 112 باب النية الحديث الخامس بسنده عن أبي هاشم قال قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال على نيته الحديث بكل تفاصيله يشهد في كل حرف من حروفه على ما تقدم من حديث حول أن النية في جزئها الأول وعي وإدراك وفهم وفهم لمضمون العمل الذي نقوم به أن نعرف شيئا من حقيقته شيئا من أسراره شيئا من شؤونه شيئا من غاياته وأهدافه وضربت لكم أمثلة فيما يرتبط بالصلوات اليومية مما جاء في أحاديثهم قرأت عليكم السؤال الذي وجهه هشام بن الحكم لإمامنا الصادق يسأل عن علة تشريع الصلاة وأجابه إمامنا من أن العلة في تشريع الصلاة كي يذكر المسلمون كي يذكر المؤمنون كي يذكر الذين يقولون من أنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وآله كي يذكروا محمدا وآل محمد تقدم هذا الكلام ولا أريد أن أعيده إنما ذكرته كي أذكركم بمثال من الأمثلة التي ضربتها لكم فيما يرتبط بالمفردات المعرفية بالمعطيات العقائدية التي نتعلمها منهم صلوات الله عليهم وبعد ذلك تشكل لنا وعينا وفهمنا وإدراكنا للعبادة التي نقوم بها وتلك هي النية فإنني أتوجه إلى صلاة الصبحي لكي أديم ذكر إمام زماني لكي أديم ذكر محمد وآل محمد بعنوان عام وكي أديم ذكر الحجة بن الحسن بعنوان خاص لأجل هذا شرعت الصلاة لا أن تكون النية مثل ما علمنا مراجع النجاف في سقيفة بني طوسي علمونا أن نصلي قربة إلى الله تعالى ولا نعرف معنى القربة ما هو لأنهم هم أنفسهم داخوا في معنى القربة ولم يستطيعوا أن يشخصوه بشكل دقيق لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم فهذا الحديث يؤكد المضامين المتقدمة هذه القضية ترتبط ليس بركعتين صلاة وإنما بالخلود في الجنان وبالخلود في النيران حينما قلت هذه القضية لا ترتبط بركعتين صلاة إنني لا أستصغر الركعتين أبدا في أحاديثنا من صلى ركعتين على أتم وجه فقد ضمن الجنة إذا صلى ركعتين على أتم وجه لأننا لن نصلي صلواتنا على أتم وجه فمن صلى ركعتين على أتم وجه هذا يعني أنه متفقه كما يريد محمد وآل محمد وهذا يعني أن له القدرة على أن يتوجه توجها صحيحا وهذا لا يتوفر لكل أحد إلا أن يكون مخلصا إلا أن يكون صادقا إلا أن يكون عاملا بورع وبعفة وسداد حتى يستطيع أن يصلي ركعتين على أتم وجه لكنني ذكرت الركعتين مثالا بحسب ما يتصوره الناس فإنني أردت أن أقارن بين ركعتين في نظر الناس لا قيمة لهما وبين مسألة الخلود في الجنان والخلود في النيران من جهة الوقت فوقت ركعتين ما هو بوقت طويل بينما الحديث يتحدث عن خلود في الجنان وعن خلود في النيران وفقا للنية هذه النية ليست مطلقتان من دون تشخيص هذه نية فيها وعي بغض النظري أكان وعيا من الوعي الباطل أم كان وعيا من الوعي الحق إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا المراد هنا أن يعصوا الله أبدا أن يبقوا على نقضهم لبيعة الغدير فليس الحديث عن صلوات هنا الصلوات لا تكون سببا في تخليد الناس لا في الجنان ولا في النيران العقيدة هي التي تكون سببا لتخليد الناس في الجنان ولتخليد الناس في النيران والمعصية هنا هي المعصية الكبرى هي المعصية في العقيدة فهؤلاء لو خلدوا في الدنيا نيتهم أن يبقوا على نقضهم لبيعة الغدير والمجموعة الأخرى لو خلدوا في الدنيا فنيتهم أن يبقوا مصدقين ببيعة الغدير ويحاولون الوفاء بها والوفاء لها بقدر ما يستطيعون بالضبط مبغض علي لو خلد في الدنيا سيبقى على بغضه لعلي ومحب علي لو خلد في الدنيا وليس هناك من جنة ولا نار فإنه سيبقى محبا لعلي إنما خلد أهل النار في النار لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبدا وإنما خلد أهل الجنة في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته قال على نيته هذه هي الآية الرابعة والثمانون بعد البسملة من سورة الإسراء قل كل يعمل على شاكلته على نيته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله الحديث عن العقيدة فالسبيل هو العقيدة هذا هو منطق قرآننا وهذا هو منطق حديث العترة الطاهرة إمامنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حدثنا عن أهل النار ونيتهم وحدثنا عن أهل الجنة ونيتهم إلى أن قال فبالنيات خلد هؤلاء وهؤلاء ثم تلا قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته وبيّن لنا المراد من الشاكلة إنها النية قل كل يعمل على شاكلته قال على نيته فالمراد هنا العقيدة التي تشكل مضمون النية قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا فهداية السبيل هي العقيدة وليست في الصلاة أو في الصيام أو في سائر العبادات الأخرى وهذا هو الذي لا بد أن يتحقق في وعينا لمضمون العبادة فهذا الوعي ينشأ من العقيدة من مفردات العقيدة مثلما ذكرت لكم في المثال المتقدم في علة تشريع الصلاة وأنا لا أريد أن أحصر وعي المصل بهذه المعلومة فقط وإن كانت هذه المعلومة ضرورية جدا أن تكون حاضرة في وعي المصلي لكن هناك من المضامين ومن المعاني في ثقافتهم في ثقافة العترة الطاهرة هناك الكثير والكثير والقلوب تختلف في ميلها إلى هذا المضمون أو إلى ذلك المضمون والمعرفة مراتب والنيات مراتب والعقول مراتب وأصحاب النيات هم على مراتب أيضا قل كل يعمل على شاكلته على نيته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا رواية طويلة في الجزء الثاني من الكاف الشريف في المصدر نفسه الذي بين يدي صفحة خمسمية واحد وتسعين حديث طويل كتاب فضل القرآن الحديث الأول بسنده عن سعد الخفاف عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه رواية طويلة مفصلة وقد تحدثت عنها وعن تفاصيلها في برامج المختلفة يمكنكم أن تعودوا إليها في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية مما قاله إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لسعدنا الخفاف قال له فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا تلاحظون أن المعاني تتعاضد تعاضداً غريباً هذه النصوص تشكل لنا بناء مستحكماً مترابطاً ولعنة 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 إلى أن ينقطع النفس وبعد انقطاع النفس ألا لعنة على منهج حوزة النجاف الذي بعد فيما بيننا وبين هذه الثقافة الأصيلة الإمام الباقر يقول لسعد الخفاف فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا ما بين من المضامين في هذه الحلقات على وجازته إنني ما بينت لكم شيئاً صدقوني إنها نتف من هنا ومن هناك من جواهر حديثهم ما بينته لكم يشرح هذه القاعدة الخطيرة والخطيرة جداً هذا قانون فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا ماذا نعرف من الصلاة علينا أن نعرف النية فالصلاة عبادة والعبادة نية وتوجه وطقوس وأحكام علينا أن نعرف النية بحسب فقه العترة الطاهرة علينا أن نعرف التوجه بحسب فقه العترة الطاهرة علينا أن نعرف الطقوس وأحكامها بحسب فقه العترة الطاهرة وصدقوني إن صلاتكم التي تصلونها حتى في طقوسها وأحكام طقوسها هي بعيدة عن فقه العترة الطاهرة أدل دليل إنكم تعتقدون أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخيري بالعنوان القطعي الواجب بل إن ذكر علي هو أوجب الأذكار في الصلاة كلها من أولها إلى آخرها بل هو سر قبولها بل هو سر تصحيح كل نقص فيها إذا ما ذكرنا علي في التشهد الوسطي والأخير بعنوان الوجوب القطعي لأجل تطهير صلاتنا لأجل إكمال كل نقص فيها فإن صلاتنا ستكون كاملة أما إذا صلينا ونحن نعتقد أننا لو ذكرنا عليا في صلواتنا فإن صلواتنا ستكون باطلة فهذه الطقوس باطلة وأحكام الطقوس فتاوى مراجعكم الأغبياء في النجف فتاوى باطلة الذي يقول ويعتقد من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة هذا لا يعرف الصلاة وهذا ينكر حقهم ينكر حق علي فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا الذي لا يعرف علة تشريع الصلاة من أنها شرعت لأجل ذكرهم لمداومة ذكرهم فإذا كانت علة التشريع هذه فكيف يكون ذكرهم ذكر عليهم كيف يكون مبطلا للصلاة هذه طقوس وأحكامها فما بالكم بالتوجه الذي لا يذكر مطلقا في فقه حوزة النجف في فقه حوزة الضلال هذا فقه الضلال هذا فقه الخيبة وفقه التعاسة هذا فقه الانحراف عن إمام زماننا فما بالكم بالنية الباطلة وبالتوجه الذي لا ذكر له وبأحكام وفتاوى تبعدنا عن ذكر علي وآل علي فماذا تقولون أنتم إمامنا الباقر يقول لسعدنا الخفاف فمن لم يعرف الصلاة بحسب فقههم بحسب ثقافتهم بحسب عقيدتهم أنتم يا معاشر الشيعة لا تعرفون الصلاة ولذلك أنتم تنكرون حقهم تنكرون حقهم في صلاتهم هذه الكلمة تدبروا فيها تدبروا فيها طويلا فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا هؤلاء مراجعكم في النجف لا يعرفون الصلاة لو كانوا يعرفونها لعلمونا إياها فهؤلاء منكرون لحق محمد وآل محمد القاعدة واضحة وهذا هو الذي علموه لأجدادنا وآبائنا ولا زال على ضلالهم هؤلاء الأغبياء الباقر هو الذي يقول فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر